منذ نحو سنة استبشر السكان خيراً في منطقة الشارع العشرين بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار إذ بدأت الحكومة في عمليات تجريف الشارع إذاناً بإعادة رصفه وهو الشارع الأهم في المدينة حيث يضم الكثير من المحلات التجارية ومكاتب الشركات المختلفة غير أن فرحة السكان لم تدم فقد مرت الأيام تباعاً حتى قارب العام على الانقضاء دون تغيير يذكر باستثناء بعض الحفر التي انتشرت بأنحاء الشارع وباتت تهدد سلامة المواطنين فضلاً عن قطع أرزاق أصحاب المحلات التجارية في هذا الشارع نعم نعم هناك محلات عزلت وانقطعت أرزاقها ولحد الآن مسدودة يعني الناس هاي وراها حوائل وراها أطفال وراها جهات تيذ خمز وتيذ تعيش من هاي المحلات وأهل المصالح هاي شارع عشرين كلها مصالح كلها يعني اللي محلات واللي شوقات سكنية لم تقتصر المعاناة على سكان الشارع بل امتدت بالطبع إلى زائريهم وإلى كل من يمر من الشارع أو بشوارع المحيطة به بسبب الكثافة المرورية التي يتسبب بها تجنب المرور بشارع العشرين يعني بصراحة يعني الشارع العشرين تأخر يعني العمل به ويتأخر به أنا مو من المنطقة لكن عندي أقارب هنا بالمنطقة يعني من أريد أجعلهم ألاقي صعوبة بالوصول لهم يعني عندي أطفال عندي عائلة يعني أقدر يعني أخلي عائلتي براس الشارع هذا بسيارة براس الشارع وأجي على مو أجي أجي ماشي يحاول سكان الشارع البحث عن سبب يبرر ذلك الإهمال والتلكؤ الحكومي في تنفيذ مشروع رصف الشارع الذي لا يزيد طوله على 1500 متر فقط بالفعل لو كان أحد المسؤولين ضمن سكان الشارع لأنجز المشروع ورصف الشارع خلال أيام قليلة كما أن الفاسدين في حكومات العراق في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي يهمهم فتح مشاريع جديدة كل يوم كمنفذ لنهب أموال العراق وليس هناك من داع لإنجازه كي يبقى منفذ الفساد مفتوحا أمام ناهب مقدرات العراق ترجمة نانسي قنقر